حزبياً، عفواً، أكد في لالغويني رئيس حركة الإصلاح الوطني خلال إشرافه على تجمع الجهوي لمناظرية الحركة بالمركب الثقافي عبد الحميد بن باديس بقسنطينا أكد على مشاركة حزبه في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة محطة هامة يقول رئيس حركة الإصلاح الوطني ليؤكد الشعب سيادته نحو بناء الجزائر الجديدة التغطية كانت لشمس الدين تامن وفق ما يقتضيه الدستور البلاد وقوين الجمهورية هو الإطار الأسلم للبلاد والعباد وهو المضمون والمأمون النتائج ولذلك نحن نعتمد هذه المقاربة في عملنا السياسي وسنشارك في مختلف المحطات المقبلة سواء متعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة أو ورشات الجزائر الجديدة في مختلف الملفات نرى بأن ما تطرحه بعض الأطراف من قبيل الدعوة إلى مرحلة انتقالية هذا نحن نرفضه ونرى بأن غالبية الشعب الجزائري اللي عبر على سيادته بانتخاب رئيس للدولة قد فصلت في هذه المسألة وأن السيادة الشعبية مكرسة ومحترمة بانتخاب رئيس للبلاد وأيضا الإرادة الشعبية ستحترم